المنافسة في البنوك المصرية أو البنوك العربية في مصر تحتدم حيال رفع مستوى ومنسوب محفظة الوداع. طبعا يجب أن يكون هناك مغريات وعوامل جذب على رأسها. رفع طبعا نسبة العوائد على شهادات الادخار. نلقي نظرة على هذه المنافسة وما طرأ عليها من جديد. وأي من البنوك تقدم العائد الأعلى. طبعا يجب أن تكون الوداع بالعملة المصرية الجنية المصرية. نتحدث عن CIP 24% عائد سنوي يقدم لدينا. المصرف العربي الدولي 20% منك ناصر الاجتماعي 24.5% منك الإسكندرية 21% البنك العربي 20% وميد بنك بحضوة 27.5% مع التذكير بأن عائد سنوي متغير طبعا البنك العربي لأجل الثلاث سنوات لا يريد أن يخاطر بأن يضع هذه العوائد. ومن بعد ذلك ربما تطرأ بعض من التحركات. الأسباب التي دفعت البنوك لتقديم هذا العائد. منافسة بينها تريد أن تجذب أكبر قاعدة من العملاء. لدينا الودائع الجديدة ربما تغذي لدينا خزينات البنوك. لكن معدلات الفائدة على قروض الأفراد تسجل اليوم أعلى مستوى لها على الإطلاق. وكان لدينا محفظة ودائع يقابلها محفظة قروض. وأتحدث عن قروض ترتفع 32.5% هذا معدل الفائدة عليها. يعتبر مرتفع الحقيقة مقارنة بمعدل العائد من الودائع في البنوك المصرية. من يقدم هذه المستوى المرتفعة ببنك مصر؟ البنك الأهل المصر. الأسباب هو الحفاظ على هامش الربح. بعد زيادة الفائدة ب600 نقطة أساس. لأنه سيتآكل لديها هامش الربح لدينا. ونتوقع عودة هذه البنوك ليس لتسجيل أرباح. البقاء الأرباح كما هي إذا ما قرناها بسعر الصرف الجنيم مع الدولار. ولكن تحتاج هذه البنوك لأعادة تقييم في مستويات أسعار الفائدة على قروضها. موسيقى